أصعد الله وأوقات حضراتكم من جديد أينما كنتم لازلنا مع حضراتكم في هذه الجولات المستمرة التي تأتي حضراتكم دوما من الآن نستعرض ونصلط خلالها الضوء على جديد وآخر التطورات على الساحة الداخلية فضلا عن متابعة للتطورات في المحطين الإقليمي والدولي أهلا بحضراتكم من جديد سنبدأ هذه الجولة مع مراسلين في القاهرة والجيزة الذين سينضمون إلينا ليطلعون على طبيعة الإجراءات الاحترازية المتبعة تساقا مع الإجراءات الحكومية التي جرى الإعلان عنها حتى نهاية شهر مايو في هذه الجولة تنضم إلينا على الهواء مباشرة من وسط القاهرة درية عاطف وكذلك من محافظة الجيزة من شارع النيل تحديدا ساريا ياسين أرحب بهما ومن وسط القاهرة أبدأ مع درية عاطف درية كيف بدت الإجراءات المتبعة في هذا اليوم وفقا لما تم الإعلان عنه من إجراءات حكومية منظمة في هذا الشأن تحيطي لك يا أحمد في البداية ولجميع السادة المشاهدين وفي البداية نريد أن نؤكد على جميع مشاهدينك كرام ضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية احمي نفسك احمي بلدك من هنا من وسط القاهرة ومن محافظة القاهرة يعني المشهد عنوانه هو الالتزام منذ الصباح وحتى هذه اللحظة هناك التزام كامل بكرارات مجلس الوزراء وبالإجراءات اللقائية التي اتخذها خلال هذا الأسبوع المشهد لم يختلف عن الأيام السابقة أو عن اليوم في الصباح هناك التزام كامل أحمد من المواطنين وأيضا من المطاعم والمنتزهات والحضائق هناك غلق كامل وأيضا هنا في وسط القاهرة هناك العديد من المحال التجارية والتي أيضا رصدنا التزامها بالغلق الكامل هناك توقف أيضا كامل لمواصلات النقل العام وربما أبرز ما رصدناه هنا في وسط القاهرة هو التزام المواطنين بارتداء الكمامات معظم المواطنين يعني يوما بعد يوم يزداد الوعي لديهم وأصبح العديد من المواطنون يرتدون الكمامات ويعرفون أهمية تلك الإجراءات لصحتهم ويعني أهميتها بالنسبة لهم أيضا هناك منذ الصباح وحتى هذه اللحظة لم يختلف المشهد كثيرا في الشوارع هناك سيولة مرورية في شوارع القاهرة منذ الصباح وحتى هذه اللحظة ربما هذه هي أبرز التفاصيل أحمد وإليك مرة أخرى درية عاطف أشكرك على انضمامك إلينا من وسط القاهرة لكنك ستبقي معنا بطبيعة الحال لنتحول إلى سارية ياسين في محافظة الجيزة تحديدا في شارع النيل ستطلعنا أيضا على طبيعة استفاء الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا للإجراءات الحكومية المعلنة عنها سارية تفضل نعم أحمد شكرا جزيلا كل عام وأنت بخير تحياتي إليك طبعا أنا من هنا من محافظة الجيزة التي نتجول فيها منذ تقريبا بداية الصباح ونرصد أحوال الشوارع أنا حاليا أو تحديدا متواجدة في شارع النيل في واحدة من المناطق المليئة بالمنشآت السياحية التي اعتادت في هذا التوقيت من العام أن تمتلئ بالجماهير بالمواطنين التنزه وحتى التنزه هنا على شارع كرنيش النيل من قبل المواطنين كل هذا في هذا التوقيت وفي هذه الأيام أيام عيد الفطر المبارك وطبعا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها محافظة الجيزة واتخذتها الدولة ككل يغلق تماما كرنيش النيل في الصورة من خلف أحمد إذا كنت ترى هناك يعني غلق كامل للكرنيش يعني هناك أيضا توزيع لعدد كبير من أفراد الأمن متفرقون على كرنيش النيل لمنع المواطنين من التجمهر أو حتى الوقوف هنا في الشوارع مما تسبب في تقليل طبعا أعداد الجماهير بشكل كبير جدا من غير المسموح تماما لأي من المواطنين أن يقف هنا في هذا الشوارع أيضا انتظار السيارات ممنوع تماما هناك سيولة مرورية كما ترى من خلفي ليس فقط هنا في شارع النيل وإنما في عدد كبير من الشوارع في محافظات الجيزة تحديدا الشوارع الرئيسية وهذا طبعا يأتي بسبب إغلاق المتنزهات كما ذكرنا واستمرار طبعا إغلاق المطاعم والمشآت السياحية المقاهي وطبعا الأيام الماضية أيضا كانت محافظة الجيزة في أيام العيد كانت قد وجهت عدد كبير من المخالفات أكثر من خمسين مخالفة لممن خرقوا الحظر من المحلات والمنشآت أيضا وأيضا لأذين قاموا بعمل أو تنفيذ عدد من الملاهي الشعبية في الشوارع منعوا أيضا ذلك تماما طبعا أيضا إيقاف المواصلات وسائل المواصلات الجماعية والعامة وحتى الخاصة تحديدا أيضا الموجودة هنا على كونيش النيل مغلقة تماما ذلك أيضا كان سبب في تقليل أعداد الجماهير جماهير طبعا نكاد لا نرى مواطنين يعني يسيرون في الشوارع رغم أنه جو جيد جدا والأجواء جيدة جدا منذ الصباح الباكر أخيرا يعني نهيب المواطنين بالحرص على سلامتهم وتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية أهلهم وحماية وطنهم من انتشار فيروس كورونا شكرا جزيلا لك ساري ياسين على الهواء مباشرة من شارع النيل بمحافظة الجيزة الشكر كذلك لدري عاطف مرسلتنا أيضا على الهواء مباشرة من وسط القاهرة وأشكركم شكرا جزيلا أيضا على استفاء ما يلزم من إجراءات احترازية مرتبطة بتقليل فرص الانتشار لفيروس كورونا كوفيد 19 فاصل قصير نعود من بعده لاستكمال هذه الجامعة